وصلنا معكم لفقرتنا الطبية التجميلية إلى جانب الهدف الأساسي اللي بني عليه طب أو علم التجميل إلا أنه أصله بيرجع لآلاف السنين البعض بيجري لسبب ترميمي أو علاجي والبعض الآخر بيتبعوا كأسلوب تجميل تماماً نوروه بالفترة الماضية تقريباً حوالي 20 سنة بلش الاهتمام نشوفه زيادة بالعمليات التجميلية ومن بين هالعمليات عملية شد الوجه لنعرف تفاصيل أكتر عننا وشو هي النصائح الممكن يقدم لنا ياها الطبيب المختص ويا ترى بأي عمر صح أنه نعمل هذا الشي رح يكون معنا الدكتور إسماعيل جمال علي صباح الخير دكتور أهلا وسهلا فيك معنا اليوم زياد صباح الخير أهلا وسهلا فيك معنا اليوم نحكي عن التجميل عن الجمال اللي هو بيشد أغلب الستات والصبايا بأي إجراء جديد دائما منحب نعرف السلبيات والإيجابيات ولكن بالبداية خلينا نحكي عن شد الوجه بالشكل العام مع تقدم العمر أو مع ظروف كل سيدة أو صبية بتتعرض بشرتها وعضارات وجهها وجل تبعها للتراحل صحيح فبتضر الصبية أول فترة لزيلها العيوب اللي سارت بوشها عن طريق إجراءات تجميلية ووقائية مثلا شوية كريمات وشوية كمادات وشوية لعبة عن مكي كانت بالعشرينات هنا بعد مرحلة معينة ما عددت بعدين نصير ندام أمر الواقع أنه هي أما تبقى على حالة وعم تظهر عليها علامات تتقدم العمر أو تضطر لتعمل إجراء معين لإخفاء التجاعد في شعك طبعا التجاعد للوجه هي أكثر من مستوى في عندك تجاعد الجبهة لحال في عندك تجاعد حول العين لحال في عندك تجاعيد تجاعد اللي نحنا منعتبره هنا ب33 في عنا اللغلوغ أو الرقبة هن الأربع مستويات العام بتفكي انه دكتور جاي شد وجهه يعني انا بريك مش للدكتور وبيرجعني طيب دكتور انا جاي شد وجهه بالأخير مستنتج لا انه شد وجه تبعه مو هو الحال تبعه لانه بتكون عم تتكي عن الجبهة أو بتكون عم تتكي عن اللغلوغ أو بتكون عم تتكي عن العين فكل مريضة بصحة او كل صبيه هي حالي بحد ذاته تتكي عن حالة طيب دكتور يعني متل ما ذكرت حضرتك انه بالبداية يبلشوا بكريمات وشور البطاطا والاخيار هذا كان زمان كان زمان هلا عشرين سنة يلا فوتوكس فيلر ايشي يعني انه على السريع جيل السرعة صحيح ودنا كل شي على السريع اليوم السطورة الكاميرا اليوم عندك بتليفوناتك تلات كاميرات الكاميرا عم تبين لك كل عيوبك بالكامل عندك تجعيدة صغيرة تجعيدة عين تجعيدة أنف تجعيدة جبهة شوي زاوية فك مبين عينك تظهر بالسطورة فالسطورة اليوم هي الأهم بحياتنا بوجود التقنية العالية للتصوير صحيح وخاصة هلأ وجود الفلاتر خلتنا معد نحب شكلنا الحقيقي يعني كثير ما كثير نظارة ومعد نحب الشغلات اللي هي الخيوط او الخطوط اللي كانت تتعبر عن اللطافة بالوجه طيب خلينا نرجع لفبه هلأ فكرة مهم كثير أن الفلتر غير التجميل الحقيقي الفلتر يعطيك صورة غير حقيقية لوشك دائما الفلتر يعطيك المعاني لوشك غير موجود بالحقيقة فالتجميل الحقيقي بصراحة أجمل بكتير من الفلتر أوكي تماما دكتور يعني وفكرة أنه ما فينا نروح لن دكتور نقل له عملني مثل الفلتر يعني هذا شيء غير منطقي وغير طبيعي طبعا نسمع كثير دكتور عن شد الوجه بالخيوط هل هو بيختلف أو أكيد بيختلف ولكن بشو بيختلف عن شد الوجه التقليدية اللي كنا نعرفه؟ طبعا في شد الوجه جراحي وشد وجه بالخيوط شد الوجه بالخيوط هو إجراء كثير حديث طبياً إجراء جديد حديثاً يعني ما أنه كثير قديم نحكي فيه الأنواع اللي عم تشتغل فيها الخيطان هي إما الأنواع المحرشفة أو الأنواع الذهبية أوكي العمر الزمني للخيطان المحرشفة بحسب الشركة المصنعة هي سنتين والخيطان الذهبية حوالي السنة على الواقع وعالمنطق الطبي وعالمهنة والمارسة السريرية ما عم تقعد الخيوط أكتر من سبع شهور لتسع شهور بأفضل حال عدا مو كل الصبايا هني الاستضاع بالخيطان لازم يكون في عنا مبررات قوية لنعم الخيط مثلاً تراهل صغير كتير تراهل البشرة تراهل صغير ما بيؤدي لتراكم الجلد والعضارات في منطقة في زاوية معينة لأنه بيدو ينقلها من شد الوجه لتراكم جلد أو عضارات في منطقة تانية فمنطقة لكل الصبايا أنه نشوفها أفضل بكتير لنشرح لها شو إجراء الطبي الصحيح لأيها تماماً الصبايا ممكن بعمر معين فيها مثل ما قال الدكتور يكون في عندها شر جراحي بالخيوط ممكن بعمر معين لا هي ما بيمشي الحال مع الخيوط صحيح نحنا بحاجة شد جراحي صحيح هل ممكن تجي لعندك السبت وتقول أنه أنا دكتور بحاجة شد جراحي تقل لك كامل الوجه مثل ما قالت لنا جبهة عيون ممكن عند الابتسامة وممكن اللغلوب طبعاً أكيد أكيد لأن المريض اليوم لازم نشرح له أن المريض هو شو بده أساساً المريض مثل ما قالت لك يجي أول شيء يفكر مثلاً أنه شد الوجه بروح خطوط جراحي لا شو ما نتعرض دعم الجراحي وتخدير وشد وخيوط هؤلاء القصاص لا نقول الخيوط هي يعني الصباب آمن نوعاً ما يعني خيط ممكن مع بعض فترة من الزمن أنه يدوب هذا الخيط وممكن يجع عيد هذا الشيء مثل ما أنت لك يعني إذا الصبية صغيرة في العمر لا لديها كثيراً تراحولات لا لديها كثيراً تجاعيد لا لديها بشرة مجدودة وعضلاتها مجدودة ممكن الخيط طبعاً وعندها مناسبة مثلاً خلال شهر أو شهرين نحط لها خيط بعد ثلاثة أربعة شهور يرخي الخيط وترجع الوضع مثل ما كان الخيط يدوب أو يضل؟ لا يدوب الخيط لأنه نحن نرى بعض الصبايا الذين يقوموا بهذا الإجراء لأنه ممكن بعد مثل ما قال أربعة شهور لخمسة شهور الخيط لا يكون موجودة أو هي الشدة أو هي الرفعة خلال صراحة الخيطان المحرشفة بالدوب الخيطان الذهبية لا يدوب الخيطان الذهبية بترخي فمنطر بعد كل فترة أنه نقسم الخيط الذهبي ونقسم أنه نرجع للشدة نقدر نصله؟ طبعاً موجود طب طب يمكن اللي عم يشوفونا وما كتير بيهتموا به هاي الموضع أو ما عندن معلومات عن هاي الموضع عم يستغربوا أنه شو خيط وشو عم بتشده وشو بيرخي بنرجع بنربطه إنه هذا وش خلينا نحكي شوية يعني كيفية إشراق الخيوط مثلاً أبصد الشغل اللي هي زاوية العين بيكون شقة صغيرة تماماً عند خط الشعر منفوت فيه عبر أداة جراحية معينة منوصل بالخيط طبعاً الخيط بيكون مربوط بها الأداة منوصل عن زاوية العين منعلق مرة تانية الخيط عن زاوية العين منوجع منفتل فيه متعم خيط الملحفي بس بشو منعلقه؟ بالعضلات بسم حاق العظم على العظم نفسه متل الملحفي كيف منخيطها منعلق منه منوجع منسح في الخيط مرة تانية منشد خيطين على بعضهم يعني إجراء الطبية كثيراً والتحكولة اللي جاي المريضة اللي جاي تعمل بعد ما تحكولة تحمل حالة وبتمشي تظلم وصرر أنها تعملها الثقافة التجميلة اليوم بصراحة يعني في صفايا تعرف أكثر من الطبيب لا دكتور أنه أنا ما بدي خيطان دهبي خيطان دهبي بتقعد أربع شهور بتروح وغالي علي حط لي خيطان حرشف في ثقافة كثير اليوم موجودة وهذا بصير عن طريق تخدير موضعي؟ ممكن تخدير موضعي ممكن تخدير عام طيب دكتور أنت كطبيب مختص بهذا الموضوع وأكيد في إجراءات كثيرا تتم عن طريقك بهذا الخصوص ما تنصح أكثر الست أو الصبية؟ أن الشيق الجراحي أو الخيوط أو لا مثل ما تقول أنت كل حالة كل حالة بصراحة كل حالة هي الأفضل يعني أنت ما تنصح حدا أنه أنا دكتور ما تنصحني؟ أكيد دائما الصبية تقول لك أنه دكتور ما تنصحني؟ أعمل الخيوط أو الجراحة؟ أكيد نحن ننصح لأن الصبية يعني كثير من الصبية تأتي لنا اليوم دائما تنصح الخيوط لا تنصح الخيوط لأنه هي الخيوط ستعمل لك مشكلة فيما بعد يعني لا يكون منظر الجمالي يعني تتمحي له ما يمكن المشكلة التي تحدث فيما بعد؟ يعني ممكن طموحها مثلا أنه هي خاصة تعمل شد الخيطان تروح معها عشر سنوات أرقية واحدة ثانية واحدة هي بتنسى أن التراهل التراهل الذي زاد يعني مثلا نحن شديت المنطقة كلها تلاهون شدتي مع العضلات فصار في عندك تجميع للجد والعضلات هون هالجد والعضلات هي عندك طابة هون وطابة هون كمان منظر مانو حلو فكتير صبايا جيت لعنة لتعمل أول شيء شد وجه بالخيوط بعدين غيرت رأيها لشد وجه الجراحي هل شد الوجه الجراحي هو دائم؟ يعني نحن عم نقول أنه شد الوجه بالخيوط ممكن بعد سنتين ماكسيموم وغالبا ما عبي يضل كل هذا الوقت وترجع بدأت تعمل إجراء من أول جديد شد الوجه الجراحي كيف يضل الوجه مثل ما هو كبراونقه ومشبابه دائمومة دكتور يعني تقريبا بين الخمسة سنوة واثنعشر سنوة حسب الدرجة الترهل والوراثة عند المريضة نفسها الندبات التي ممكن تصير كيف ممكن تحصل هل تكون ظاهرة لا هي مخفية أي ستب ندب شد الوجه الجراحي لا تبين أبدا لأنه عبارة شخوقنا كلها في المناطق الثلمات التشريحية الطبيعية عند الإنسان أمام الإدن وخلف الإدن عند خط الشعر فما تبين أبدا نجد بعد ثلاثة وهو ما في شق جراحي هون لأنه شد يكون عند خط الشعر من خلف وشد العضلة أبدا ولا نزل الوجه حلو 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 دكتور نشكر كثير على وجودك معنا لليوم على هذه المعلومات التي قدمت لنا نتمن الصحة والسلامة والجمع لكل سيداتنا الذين يحضرون شكرا لكم يسعد صباحك أهلا وسهلا فيك معنا لليوم